المسؤول عن الطلاق ويطلق مراته وللأسف الشديد إن فيه رجالة كتير بيحصل كده وبيطلق وبيروح وبتجوز وبعيش فترة وبعد كده بيرجع للزوجة الأولانية طب يعني أنا مش عارفة طب يعني اللفة دي كان إيه نازمين تنصحي بقى الزوجة الأولى إنها تصبر ومتطلبش الطلاق إذا الرجل تبتها اختلف بص حضرتك يعني هي دايما المرأة قدامها كذا سيناريو في الحلد بس في مرأة عايزة زكاء وعايزة قدرات غير عادية يعني فيه ست تقولك أنا هعمل نفسي شو ده بال ومش هشوف علشان ما يبادش بره ويفضل جايما هو موجود في البيت وما فيش حاجة في البيت تتأثر وانا شفت حالة زي كده قلت لها يا جبروتك زكية جيدة بجد بجد لو في كل ست تقدر تعمل كده تعمل لأنها ده السنجو بتاعها مناسب قالت لك هو خرج أنا هستكتبه بس أنا مش هعرفه أنا عرفت ويلف في لف وحيجع بيتين بقى بيعمل لحسن بيجيب هدايا وفعلا وحسن المعاملة معاه وبعدين ما بيبادش بره فاضل على طول معاه وكله تمام هو يعني فيه منها مش هعرفة بس هي عارف ده سيناري فيه واحدة تانية في ساعتها تعمل مشكلة كبيرة كرمتي ويلا حالا وحالا حالا هتتطلق وفيه تتخانق 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 وفي الاخر بتقبل الوضع الموقع القائم وبترضى بإنها تكون إنه جوزي جاوز ففيه كذا سيناريو ده بيتوقف حسب طبيعة كل مرة انت مع اي سيناريو منهم؟ أنا سألع مع سيناريو إنه الراجل ليه شتحات من قاني لآخر الراجل ليه شتحات من قاني لآخر الستة الزكية تلمي بيتها وتحافظ تعمل لأني فيه عشرة وفيه أولاد ايوة لأن قرار الطلاق مش فردي زي ما تفضل أستاذ نعمان قال طلق القرار طب انت مع اي رأي فقا؟ قرار الطلاق مش فردي هو فيه جزئية برضو حسب قدرتها المالية لو هي بتشتغل وعندها داخل مالي فالقرار بيبقى مختلف عن كونها ما عندهاش داخل وما فيش حد حيسندها من ضمن العوامل البرد تلا تصبر إنما أنا مع السيناريو الزكي إنه المرأة زي ما تفضلت دكتور تعمل مشهور ده بال تعمل مشهور ده بالها الفترة الأمر الثاني إن هي تحاول تدرس الموضوع بزكاء وتعرف إحنا بنتكلم عن المرأة العقلة اللبيب الرشيدة ودي مش كتير ودي مش كتير 90% مع المشموع جدا طبعا دي مش كتير بتخبط في الحلل وبتخبط في الإطباء وبتكسره وبتقوله طلقني والكلام ده وبتخسر فينا وده بيتوقف حسب حسب إمكانياتها المادية المرأة المستقلة مادية بتبقى عندها القدرة عن استقلال القرار أو برضو غير كده برضو بترجع لتربية البنت يعني البنت اللي تربت في بيت فيه أسرة متكاملة فيه زوج موجود الراجل مهم لأ الأم يعني لما تكون الأم بتستحمل الزوج والبنت بتشوف مامتها بتستحمل وبتطلع على نهج الأم ده في نقطة كمان خلي بالك يا دكتورة إنه الولد أو الرجل اللي تربى في بيت أبوه متعدد الزوجات بيجوز بيبقى عنده الفكرة دية طبعا حاضرة في زهنه في كل موقف من الموقف كنها حاجة عادية ها لكن لكن الولد اللي تربى في أسرة أبوه وأمه وعايشين في سلام أو في مشاكل بس الدنيا ماشية معاهم بيتغلبوا عليها بيبقى عنده القدرة بيبقى مش وارد في زهنه مسألة الزواج من أخرى يعني مفيش في المسائل الاجتماعية قرار واحد منفصل طبعا لو نتكلم بقى عن متى تلجأ الزوجة إلى الطلاق يعني إنت الست بتقول العيل مش مهم البيت مش مهم سمعيتي كمطلقة مش مهم أنا خلاص أنا وغدق قرار في أسباب في أسباب جتيرة جدا بتخلي الست تقولك خلاص أنا آخر يوم ليا واحد واحد إنه هو يكون بخيل ماديا وأي بنت خديها قعدة لو الزوج بخيل ماديا يبقى بخيل عاطفيا نوين يكون واحد بيبقى كريم في الفلوس فكريم في المشاعر أنا شفت النماذج كتير جدا البخيل في المال بخيل في العواج الحاجة الثانية عدم الاهتمام بيها كزوجة أو كأنفس الحاجة الثالثة إنه معظم وقته في شغله فبالتالي هي مش موجودة في الحياة وعلى فكرة من طبيعة الرجل الاهتمام رقم واحد بشغله لكن أنت عمرك ما تكوني رقم واحد في حياة الزوجة أستاذ أساسية بس قبل أن نرجع أستاذ عادل آخر اتصلت لفولي في الفقرة دي أستاذ إسلام أهلا بيك سريعا بس اتفضل أهلا بيك أهلا بيك وسريعا بس كده أنا كانت كانت حادث من تصواله وحاليا دلوقتي الزوجة رفضة رفضة أنها توريني طفلتي يعني رفضة توريني بنتي خالص وحاولت بشت الطرق أنها أشوف البنت بأي طريقة مودية لكن للأسف مش عارف أشوفها خالص و يعني من خلال البرنامج بتوجه يا رب بأنكم سماعا أننا محتاجين ونشوف بنتي يعني هي اسمها بنتك اسمها ايه الاسم الأول باسمها ايه نعم بنتك اسمها ايه اش لازم جميلة طب يعني داني دائم الأب يعني إلى أم بنت هتطلع معقدة نفسيا وانتي أكيد محتاجة دي بنتك في النهاية خلافك مع طليقك ده مايبقاش مبرر ليكي أني انت تطيعي بنتك مشوهة نفسيا عمو نسيب رقم طيفون حضرتك ونحاول نتواصل معك ونحاول يعني دكتور ميسون عندك مانا طبعا لا عايزة أقول بس حالة سريعا أن أنا كان عندي لسه من 3 أيام حالة نفس الحكاية أني الزوج كان بيدرب مراته يعني معيشها عيشة مفيش حاجة نقصها كل حاجة مباحة لها بس شتايم وضرب بشكل غير عادي لدرجة أن أهله أهله بيقولولها عادي إيه المشكلة هو معيش كفايشها كويسة جدا مش بخاليك يمحتاجها حاجة آآ وصلوا للطلاق لكن هو اللي حارمها من ولاده فأنا عايزة أوجه رسالة هنا لكل أب لكل أم زي ما أنت أب هي أم زي ما أنت أم هو أب أنا هقول نعم ده برضو في الفترات اللي جاية آآ تعليق بسيط على الموضوع ده هتدفع التمن غالي في أنه في فترة من الفترات الطفل الصغير ده في احتياج إلى أب يقوده ويعلمه وساعتها مش هتعرف تجيبه اللي أنا هيكون راح منه الخلاف ده المفروض ألا يتقصى بالأولاد أنا عايز بس أقول سريعا إمتى الست بتقول آآ لما بيكون الرجل بخيل وتقطعت بها السبل تماما وزهقت خلاص مش قادرة أن يكون عنيف ويبضربها وبيهنها مع الوقت بتجد أن الإهانة مع كبر السن بيبقى مهانة شديدة جدا لها قدام أولادها وده الرجل لازم يلاحظ الكلام ده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر